السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبال فصل الثالث في مادة رياضية لسنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز اطباعها في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل بي دي اف إذا نبدأ بـ 80 الأول قال احسب ما يلي عموديا إذا لدينا 2640 تقسم 25 ولدينا 258 قسمة 12 إذا نبدأ بعملية القسمة 2640 نقسمها على 25 إذا لدينا عدد مكون من رقمان إذا أيضا نأخذ رقمان 26 قسمة 25 ماذا تساوي تساوي 1 الآن مع عملية الضرب 1 في 25 تساوي 25 إذا نكتب 25 تحت العدد المقسوم ونضع عملية الطرح إذا 6 نقص 5 تساوي 1 2 نقص 2 وتساوي 0 الآن ماذا نفعل؟ نقوم بإنزال العدد 4 14 قسمة 25 لا نستطيع لكن قلنا دائما عند الإنزال يجب أن نكتب النتيجة وتساوي 0 الآن 0 في 25 تساوي 0 إذا نكتب 0 ونضع عملية الطرح إذا 4 ناقص 0 تساوي 4 1 ناقص لا شيء ويساوي 1 الآن ماذا نفعل؟ نقوم بإنزال العدد الموالي وهو 0 الآن 140 نقسمها على 25 نقوم بتكرار العدد 25 حتى نتحصل على عدد أقرب إلى 140 أو يساوي 140 إذا 25 في 1 يساوي 25 25 في 2 يساوي 50 25 في 3 يساوي 75 25 في 4 يساوي 100 25 في 5 يساوي 125 25 في 6 يساوي 150 إذن هنا لدينا 25 في 5 يساوي 125 و 25 في 6 يساوي 150 لكن 140 يأتي بينهما إذن نأخذ العدد الأصغر وهو 5 إذن نكتب 5 الآن 5 في 25 يساوي 125 إذن نضع عملية الطرح 0 ناقص 5 إذن نضيف حشر ونعيدها في الأسفل هنا 10 ناقص 5 يساوي 5 4 ناقص 3 يساوي 1 1 ناقص 1 يساوي 0 إذن نتيجة هي 105 ويتبقى لدينا 15 إذن هذا هو المتبقي وهذا هو حاصل القسمة مفهوم الآن لدينا العملية الثانية 258 قسمة 12 إذن لدينا القسمة على عدد مكون من رقمان إذن أيضا نأخذ رقمان إذن 25 قسمة 12 يساوي 2 الآن مع عملية الضرب 2 في 12 يساوي 24 إذن نكتب 24 ونضع عملية الطرح إذن 5 ناقص 4 يساوي 1 2 ناقص 2 يساوي 0 الآن نقوم بعملية الإنزال للعدد الموالي هو 8 18 قسمة 12 ويساوي 1 الآن مع عملية الضرب 1 في 12 يساوي 12 إذن نكتب 12 ونضع عملية الطرح إذن 8 ناقص 2 يساوي 6 1 ناقص 1 يساوي 0 إذن نتيجة وهي 21 والمتبقي وهو 6 مفهوم الآن مع التمرين الثاني قال أحصر الكصور الآتية بين عددين طبيعيين متتاليين إذن لدينا 43 على 10 125 على 100 34340 على 1000 8 على 10 إذن قلنا لحصر عدد أو لحصر كصر بين عددين طبيعيين نبحث عن عدد المقام لدينا المقام هنا 10 نبحث عن عدد العشرات عدد العشرات هو 4 إذن مباشرة نكتب هنا 4 ونضيف لها 1 ونكتب هنا 5 إذن 43 على 10 محصور بين 4 و 5 الآن 125 على 100 إذن المقام 100 نبحث عن عدد المئات وهو 1 إذن عدد المئات هنا 1 ونضيف له 1 ونكتب هنا 2 إذن 125 على 100 محصور بين 1 و 2 هنا لدينا 34 30 ألفا و 340 على 1000 إذن المقام 1000 نبحث عن عدد الألاف في البسط عدد الألاف وهو 34 ألفا إذن نكتب هنا 34 وفي الجهة المقابلة نضيف لها 1 إذن تصبح 35 الآن 8 على 10 المقام 10 نبحث عن عدد العشرات وهو 0 إذن نكتب هنا 0 وهنا 1 دائما عندما يكون البسط أصغر من المقام الكسر محصور بين 0 و 1 الآن مع التمرين الثالث قال أكتب الكسور العشرية الآتية على شكل عدد طبيعي وكسر إذا قلنا نفس الشيء لدينا 28 على 10 نبحث عن عدد المقام المقام 10 إذن نبحث عن عدد العشرات وهو 2 إذن نكتب 2 ونكتب الباقي على شكل كسر إذن 8 على 10 يبقى على شكل كسر الآن لدينا 362 على 10 المقام 10 إذن نبحث عن عدد العشرات وهو 36 يتبقى لدينا 2 والمقام 10 لأن 406 على 100 المقام 100 إذن عدد المئات وهو 4 إذن هنا نكتب 4 وهنا يتبقى لدينا 6 على 100 وليس 60 6 على 100 لا لدينا 97 على 10 إذن المقام 10 نبحث عن عدد العشرات في البسط هو 9 إذن تتبقى لدينا 7 على 10 مفهوم؟ الآن مع الوضعية الإدماجية قال اشترى فلاح قطعة أرض طولها 55 متر وعرضها 2 على 5 من طولها أحسب عرض هذه الأرض ثم قال أحسب مساحتها إذن نبدأ بحساب عرض هذه القطعة إذن نكتب هنا الحل هنا لدينا العمليات وهنا لدينا الجواب إذن قال اشترى فلاح قطعة أرض طولها 55 متر إذن طولها 55 متر وعرضها إذن نبحث عن العرض عرضها 2 على 5 من طولها عندما نقول 2 على 5 من طولها معناها جزء من 5 مكرر مرتين إذن الطول نقسمه على 5 حتى نجد الجزء من 5 ثم نضربه في 2 لأن قال عرضها 2 على 5 من طولها إذن لدينا 55 مترا نقسمها على 5 إذن 55 قسمة 5 ماذا تشاوي بعد العملية نكتب 55 نقسمها على 5 إذن 5 قسمة 5 تشاوي 1 1 في 5 تشاوي 5 إذن هنا 0 نقوم بإنزال 5 الموالية إذن 5 قسمة 5 أيضا تشاوي 1 1 في 5 تشاوي 5 إذن النتيجة هنا حاصل القسمة هو 11 إذن نكتب هنا 5 الطول هو 11 متر لكن قال عرضها 2 على 5 معناه في 2 إذن نكتب عرض هذه الأرض هو 11 مكررة مرة معناه 22 مترا مفهوم؟ لأن قال أحسب مساحتها لأن نحسب المساحة قلنا المساحة والذين الطول والعرض هنا لذين الطول والعرض لحساب مساحة المربع أو المستطيل نضرب الطول في العرض الطول في العرض إذا كان المربع المربع ليس له طول وعرض وإنما له ظلع إذن في المربع نضرب الظلع في الظلع لأنه ليس له طول وعرض أما في المستطيل لدينا طول وعرض إذن نضرب الطول في العرض الطول في العرض إذن المساحة وهي الطول في العرض هي 55 وخمسون في إحدى عشر إذن خمسة وخمسون في إحدى عشر إذن نتيجة وهي ستمائة وخمسة إذن نكتب مساحة الأرض هي ستمائة وخمسة متر مربع ما ننسوش مربع مفهوم الآن قال يذهب الفلاح إلى عمله على الساعة السادسة ونصف ويعود على الساعة الخامسة وعشرون دقيقة ما هو الوقت الذي يقضيه الفلاح في عمله إذن ما هو الوقت لدينا قلنا وقت الذهاب وهو الساعة السادسة ونصف إذن يذهب على الساعة السادسة ونصف ويعود من عمله على الساعة الخامسة معنا السبعة عشر وعشرون دقيقة لحساب الوقت المستغرق نقوم بالعملية تالية وقت العودة ناقص وقت الذهاب مفهوم وقت العودة أو الوقت الوصول ناقص وقت الخروج أو وقت الانطلاق إذن لدينا سبعة عشر وعشرون دقيقة ناقص ستة وثلاثون دقيقة إذن العملية ستكون بهذا الشكل سبعة عشر وعشرون دقيقة هنا الساعات ناقص ستة ست ساعات وثلاثون دقيقة إذن عشرون ناقص ثلاثون لا نستطيع إذن نستلف ساعة من هنا ونحولها إلى الدقائق عفوا إذن تصبح ستة عشر ساعة وهنا عشرون نضيف لها ستون دقيقة تصبح ثمانون ناقص ستة وثلاثون دقيقة إذن سفر ناقص سفر تساوي سفر ثمانية ناقص ثلاثة تساوي خمسة الآن نكتب الساعات ستة ناقص ستة تساوي سفر واحد ناقص لا شيء وتساوي واحد إذن الوقت المستغرق هو عشر ساعات وخمسون دقيقة إذن نكتب الوقت الوقت المستغرق هو عشر ساعات وخمسون دقيقة مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينها اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر